السلام عليكم شونكم الأخبار الأمور إن شاء الله بخير طبعا اليوم رح أسوي لكم فيديو شون تشغل اليوتيوب على الشاشة ما للسيارة هي الشغلة سهلة طبعا جماعة الفافون عفو جماعة الايفون نفس الخطوات تروح على الجوجل أول خطوة تبديها طبعا قبل ما تبدي يعني الشاشة الاندي وايرلس ما أعرف إذا كيابل نفس الشي أو لا بس السيارة اللي عندي وايرلس بس أعتقد هن كل هن نفس الشي أول خطوة رح أخلي لكم الرابط بالفيديو مال هذا الموقع اسمه A A A A D هذا تنزله منه تنزله من الثبتة عندك بالتليفون طبعا جماعة الايفون نفس الحالة تروح على السفاري يمكن وتروح على الجوجل وتروح على الجوجل وتنزل هذا التطبيق من الثبتة التطبيق عندك بالتليفون يصير مثل هذا ينزل هنا طبعا تبطي برميشن أنه تثبت تطبيقات غير معروفة وراها تجي على أول شيء Car Stream هاي أول شيء طبعا ينطيك هنا تحمل تحمل هنا جوا عندك دام اللود واحد أو وذا تريد تشتريه بأربع دولارات يمكنه بخمسة يفتح لك التحميلات يعني تبام اللود يصير مفتوحة فتجي على هذا التطبيق يقول لك يا أصدار تريد طبعا تختار أول واحد اللي هو أصدار 2.5 اللي جوا 2.0 0.4 قديم يعني فتأخذ الأصدار القديم يعني منزلة طبعا هسا عندي فمن ينزل عندك منزلة التطبيق عسا طبعا جاني عابديت اسمه كار ستريم يوتيوب فتنزل ينفتح عندك هيتي لما ينفتح تسجل دخول تسجل دخول على المالتك يعني اليوتيوب وبعدين تقدر عاد يتشغل به هسا رح يشوفكم شون على الاندرويت اوتو من تجي على الاندرويت اوتو من تشبك تليفونك بالشاشة رح تطلع عندك هاي التفاصيل رح يطلع عندك التطبيق التطبيق هذا الأحمر كار سريم ويالتطبيقات اللي موجودة على الشاشة ومن خلالها تقدر تشغل اليوتيوب رح يشوفكم شون وأكو شغلة أكو شغلة إذا ما طلع عندك بالتطبيقات اللي موجودة بالاندرويت اوتو تجي على الاندرويت اوتو في حالة ما طلع تجي تنزل تحت الفرجن الإصدار يعني تضغط عليه تقريبا ضغطات سريعة أربعة أو خمسة مثل هيج ضغطات سريعة ينفتح عندك هذا allow development setting تقول لا أوكي تجي على هاي الضبط تجي على development developer setting تضغط عليه تنزل جوه للأخير تلقي هنا unknown source يعني التطبيقات غير معروفة فتختار هذا الخيار على موج شنو ثبت يطلع عندك هسا رح أشوفكم بالشاشة طبعا هسا التليفون أنا شابك S20 Samsung هاي التطبيقات اللي موجودة على الشاشة اللي موجودة من التليفون مشبوكة على الشاشة هذا التطبيق اللي نزلنا اللي هو car stream هذا فهذا اليوتيوب اللي يشغل يوتيوب تضغط عليه أسا رح يفتح عندك اليوتيوب طبعا أنا شنو ما رح أخلي صوت حتى شنو على مودي الكوبي رايت يعني يوتيوب طبيعي هاي تكبر هاي الفيديوهات البحث نفس نظام هاي القامة الرئيسية هاي تكبر الفيديو هاي يعني كأنه فاتح يوتيوب ما يأثر عليك تمشي يعني يبقى شغال ما لا علاقة بالتوقف طبعا هاي الشاشة هاي وايرلس يعني الأصلية أما السيارات الصينية ما أعرف بس أعتقد إذا بيها نظام وهذا الأبل الأبل كار يشتغل النفس الشي فهس هاي مشبوكة والأمور كلها طبعا إذا ما لقيت إذا ما لقيت التطبيق منت نزلة ما موجود مثل ما قلت لكم إذا ما موجود هنا بهاي التطبيقات مثل ما شرحت لكم هسا قبل تروح على الإعدادات على الأندرو وتو تدخل على الفرجن على الإصدار بتنزل جوا بالأخير نفس اللي علمت لكم تجي تفتح أمورك تصير تمام وتحياتي وسلامي للجميع